بعد أشغالها الترميم وإعادة التهيئة الواسعة التي عرفتها الهياكل التربوي المتضررة من زيزالها السنة الماضية بكل من دائرة الزيو وقديل وبير الجير بوهران ها هي الرتوشات الأخيرة بهذه المؤسسات التي أصبحت جاهزة لاستقبالها التلاميذ كانت صدعات إلى غير ذلك الحمد لله المدرسة غير التغيير جدريل والتلميذ سوف يدرس بأرياحية أكثر أنا سعيد بإعادة ترميم المدرسة نحن سعداء في الرجوع إلى مقاعد الدراسة الانتهاء من عملية ترميم كل المؤسسة التربوية التي كان مسها زيزال 26 أجوان 2022 وكانت الحكومة وسيل الوزير الأول يوضع الأموال اللازمة من أجل إعادة الاعتبار إلى هذه المؤسسات هذه والحمد لله اليوم يعني 13 مدرسة ابتدائية تم إعادة تهيئة أنتعها في 7 مدرس أخرى لتم إعادة تهيئتها على عاتق ميزانية الولاية والبلديات وكذلك تم الانتهاء منها 100% في كذلك لحظة كذلك في تنويات ابتداء ومتوسطات كلها يعني جاهزة إلى الدخول المدرسي ولتحسين دروفية مدرس ولفكية الضغط عن المؤسسات التربوية الأخرى سيتعززها الدخول المدرسي المقبل بهياكل جديدة 11 مدرسة مجمع مدرسي سيوضع هذا الخدمة مع الدخول المدرسي هذا الجديد 270 قسم التوسيع 11 مطعم مدرسي متوسطة ثانويتين هيكل جديدة كثيرة تسمحنا بالتكافوة خاصة بالأحياء السكنية الجديدة كل الشروط متوفرة بولاية وهران لاستقبال التلاميذ المتمدرسين في الأطوار الثلاث في أحسنية الظروف